لما بتتكلم على حوالي 700 ألف فرصة عمل واحتمال يكون أكتر من كده أنت مش بتتكلم كلام إنشاء أو معدلات وإحصايات براقة لكن أنت فعلا بتتكلم في حوالي 350 ألف فرصة عمل مباشرة وربما زيهم أو أكتر منهم من فرص عمل غير مباشرة لما بتتكلم على أنه في عناصر ندرة وعناصر ثقيلة تعدينية بيتم التنقيب عنها في هذا المشروع القومي العملاق اللي بيعد واحد من أهم مشاريع مصر على الإطلاق فأنت بتتكلم على المثلث الذهبي سفاجة القصير قنة لما بتتكلم على مركز عالمي اقتصادي متكامل هو مش مجرد برضو بلاغة في التعبير أو عنوان أو منشط صحفي براق لكن أنت بتتكلم فعلا في سياحة بتتكلم في تعدين وثروة تعدينية يشار إليها بالبيان بتتكلم في الزراعة بتتكلم في صناعة ومجمعات صناعية منتظر إقامتها بتتكلم كمان في مشروع أنت مش بس بتحلم به أنت بتعدله لما تدخل مرافق من كهرباء ومية تحليل مية ومشابه أو حتى يكمل على مشروعات أخرى مرافقة زي مثلا محور قوس ونقادة فأنت برضو بتتكلم عن المثلث الذهبي سفاجة القصير قنة بسعيدنا جدا أنه يكون نهاردة موضوعنا دا للحوار بمع ضيف عزيز جدا علينا وهو سيادة دكتور مهندس ماهر عزيز استشاري التاقة والبيئة وتغير المناخ شرفتنا عشت يا فهندبي أهلا بحيك معنا وأولا في البداية يعني إيه مسلث الذهبي هل تأذاني لي بدقيقة وحدة تعقيب على مسألة الحق والحب التي أثرها سيادة المستشار أنا عايز أقول حاجة صغير قوي من فرط ما تحدثنا عن الحب الله الحب نحن تغافلنا تماما الله الحق تغافلنا عن الله الحق الناس لازم تدرك أن من لا يعرف الحق لا يعرف الله وبالتالي لا يعرف الحب يعني الحب غير المؤسس على الحق حب فولس حب زائف الحب المزيف دا هو للأسف شاعة بكثرة جدا بين الناس مع أن الكتاب صريح جدا وبيقول أنا هو الطريق والحق والحياة ما قالش والحب والحياة قال أنا الطريق والحق لأن الحب إن لم يؤسس على الحق فهو حب زائف الجوهر الحق ومعرفة الحق هي بالضبط المقصود بمعرفة الله تعرفون الحق والحق يحرركم يعني تعرفون الله والله يحرركم فمسألة الحق مسألة جوهرية وأنا مع سيادة المستشار أن يجب الجميع يركز تماما على أنه لا يكون الحب حبا حقيقيا إن لم يؤسس على دعاء قوية من الحق وإذا ضاع الحق ضاع الحب وضاعت معرفة الله شكرك على التعقيب فندم ووضح طبعا أن حقيقة أثرت من القصص سواء الهاتفية أو حتى قصة الخاصة بالشاهدين اللي حكاسة المستشار شكرك وخلينا نتدي بتعريف المثلث الذهبي المثلث الذهبي هو منطقة من أرض مصر الطيبة على شكل مثلث رأس المثلث عند قنة وقاعدة المثلث على البحر الأحمر عند سفاجة والقصيرة المساحة الكلية للمثلث ستلاف كيلو متر مربع فستلاف كيلو متر مربع بما يعدل كم ألف فدان؟ هو كل أربعة تلاف ومتين متر بيسوي واحد فدان فإحنا يعني لو الستلاف كيلو متر بندربهم في الكيلو ألف متر فبندرب الستلاف فألف يطلع ستة مليون متر مربع لما نقسم على أربعة تلاف ومتين شوفي بقى ستة تلاف على أربعة تلاف بنتكلم في حوالة ومئة وخمسين ألف فدان؟ يعني كمية ضخمة من الأفدانة لو شفناها بالكيلو مترات ستة تلاف كيلو متر مربع واخد بالسيادتك فإحنا دلوقتي أمام مشروع هيغية واجه مصر حقيقة وخاصة منطقة الصعيد لأن فرص العمل الواعدة خلال تلت أربعة سنين جاية هتستوعد تقريبا كل اليد العاطلة في الصعيد نمرة اتنين برامج التدريب اللي هتم وسواء التدريب التحويلي أو التدريب المهني أو أي نوع من أنواع التدريب لأن مؤهلات كثيرة ستأتي وهتحتاج تاخد تدريب تحويلي اللي تعلم مثلا اقتصاد وعايز يشتغل في الصناعة ياخد تدريب تحويلي للصناعة اللي تعلم تجارة ومش لاقي فرصة عمل في التجارة ياخد تدريب تحويلي يشتغل في التعدين فعندنا فرصة ضخمة جدا لاستعاب جميع المؤهلات العاطلة في الصعيد كله في هذا المسلث الزهبي طيب ليه بقى تم تسميته بالزهبي ليه ايه اللي في المنطقة دي اللي أضلعها صفاجة والقصير ويقنى يخلينا نقول المنطقة دي منطقة زهبية اقتصادية وعدة لأنها تخدم على تقريبا أربع أصعيدة الصعيد الأول الصعيد التعديني المنطقة من أولا الصحراء الشرقية كلها في مصر غنية جدا غنية جدا بالمعادن بدأ قدماء المصريون بالتنقيب عن الدهب واستطاعوا أنهم من خلال تقريبا حوالي 120 منجم دهب يعملوا كل المشغولات الذهبية اللي احنا بنشوفها في المتاحف وفي قناعة عن خأمون وفي التوابيت وفي الزخرفة وكل اللي ده وفي الحلي وأدوات الزينة بدأوا بالذهب وكان معاه النحاس والمنجنيز وقدروا يوصلوا لبعض مكنون الثروة التعدينية في الأرض المصرية لكن لا تزال مناجم كثيرة لم يوضع فيها معوى الواحد ولم يدقي فيها إزميل فإحنا بكرها بالضبط سيء إيه يعني إيه العناصر المتوقع أن احنا ننقب عنها ونلاقيها مش متوقع أعتقد أنه فيه أبحاث فعلا تم درستها في المنطقة أنا أقول لي سيادتك إحنا داخل المسلس بتاع الشي لاتين داخل المسلس الذهبي من سفاجة إلى القصير وهي جنب مرس علم لقنى المسلس ده جوا منجم السكري منجم السكري على بعد 30 كيلو جنوب غرب مرس علم فتقريبا على حدود المسلس أو داخله منجم السكري كمية الدهب اللي لسه فيه تقدر بحوالي 13 مليار دولار عندك بيزنس كبير جدا دلوقتي كامن في معدن واحد لسه ما دخلناش على بقية المعادن عندك التيتينيوم التيتينيوم من الألمونايت والألمونايت معدن من المعادن الثمينة لأن التيتينيوم بيدخل فيه صناعة هياكل الطائرات للأسف إحنا بنصدره مثلا للسويد الطن بـ 40 دولار لو في المنطقة المسلس الذهبي ده اتعمل مصنع لهياكل الطائرات وابتدينا نصنع لمصانع الطائرات الكبرى في العالم نصنع لهم الهياكل عندنا فإحنا هنعزم التن الواحد من 40 دولار سي يمكن لـ 4000 دولار فإحنا عندنا فرصة عظيمة لتعظيم القيمة المضافة من المعادن اللي موجودة في مصر بدلا من أن تصدر في صورتها الخام تصنع علشان تكتسب القيمة المضافة في السوق العالمية وما نبحاش بالسعر البخص ونزود الدخل القومي ونزود الإرادة الفردي وتعم حالة من الرخاء الحقيقة على الناس طيب ده هيجي ازاي؟ ابتدى يتم التفكيف المسلس الذهبي في مناطق تعدينية وفي مناطق صناعية صناعات ستقوم على التعدين وبالتالي في مجموعة ضخمة هيتم الكشف عنها من الآثار استمينة من المناطق التي قد تكون قبلة للسياحة العالمية أثار بمعنى إيه؟ أثار بترجع لحقب تاريخية بعينها؟ مصر على فكرة حضرتك كل شبر هتنقب فيه يطلع لك الآثار فإحنا لسه في أماكن لا بننقب عنها في الآثار ولذلك في خطة المسلس الذهبي نمر واحد في ثروة تعدينية ثروة تعدينية أولا نمر اثنين مجمعات صناعية هتقوم على المعادن اللي بكتشفها بدلا مبصدرها خام نمر ثلاثة نهضة أثرية أو اكتشافات أثرية جديدة وبالتالي نهضة سياحية تتفتب على الوجود الطبيعي للمنطقة ففي نهضة سياحية أو نشاط سياحي متوقع وبيخطط له داخل المسلس الذهبي يعني نشاط سياحي أولا ساحلي بطبيعة الحالة عشان البحر الأحمر نمر اثنين كمان ثقافي عشان الحقب التاريخية اللي ممكن نعثر منها على أثار بالضبط ومش بس السياحة في مصر مركزة على السواحل احنا عندنا سياحة السفاري والصحارة بتجزب عدد كبير جدا من الناس في العالم ولها برامجها ولها طرق تنميتها ولها مسارتها جوى السحرة بيكونوا في غاية السعادة لما يخرجوا لسياحات السحارة في مصر مع حادي مع حد مرشد بتكون الحقيقة ويعملوا كامب أو معسكرات وهكذا في كمان بعد زراعي يعني ما نشر عن المسلث الذهري قالها يبقى فيه نهضة تعدينية ونهضة صناعية ونهضة سياحية ونهضة زراعية يتوقع أن أجزاء من الستلاف كيلومتر مربع تخصص أيضا لزراعة فإحنا أمام مشروع يوظف الثروات الطبيعية المصر بطريقة يعزمها إلى حد كبير جدا أنا قريب كمان أن يكون في برصة للمعادن هل ده صحيح وبمعنى إيه برصة المعادن؟ برصة المعادن زي أي برصة زي برصة العملات المعدن لي قيمة نقدية والقيم النقدية للمعادن تطرح المعادن في البرصة بقيامها النقدية وتزداد أسعارها أو تنخفض وفقا على حركة البيع والشراء والإقبال التجاري أو عدم الإقبال الكلام ده البرصة يعني بتصيغه في الصيغة الحضارية التجارية اللي تسمح بدخول المستثمرين والمتنافسين وده فرصة لتعظيم القيمة اللي يتبع بها الثروات الطبيعية دي البرصة تستطيع أن تعزم القيمة التسمينية أو التمن المطروح للسلع اللي هي هتتاح في البرصة هل أقدر أقول كمان المنطقة المثلث الذهبي ممكن تكون مركز لوجستي؟ بالتأكيد لأن دلوقتي الصناعة النهاردة قائمة على التقدم الكبير جدا اللي حصل في تكنولوجيا المعلومات في الرقمانة يعني هذا التقدم في تكنولوجيا المعلومات والترقيم أو الرقمانة الحقيقة دخل في كل المجالات دخل في الصناعة في التعدين في السياحة وبالتالي يعني امتزاج الإمكانات من الثروات الطبيعية الموجودة في الأصعيدة الأربعة مع التقدم الحادث في تكنولوجيا المعلومات والرقمانة والتكنولوجي في الماشيناري الماشيناري أيضا تقدمت جدا وأجهزة التنقيب والحفر دي في تقدم هائل ده يصنع من كل المنطقة مركز لوجستي محترم جدا طيب ده يا فندم قائم على الاستثمارات الذاتية المصرية ولا يكون فيه كمان استثمارات أجنبية؟ الحقيقة ده ما كانش أبدا يمكن أن تقوم له قائمة إن لم تبدأ مصر بتطوير القوانين التشريعات اللي موجودة للصروة التعدينية التشريع كان موجود سنة 56 اللي تحط ومليان قصور وضعف وهو بالوضع اللي كان عليه جعل هناك كسادا رهيبا بالنسبة للنشاط التعديني في مصر لأنه كان معوق فالخطوة الأولى كان لازم التشريعات تتطور وده اللي حصل إن دخلنا في مجلس النواب وأنا أقول لسيادتك التطويرات اللي حصلت في القانون مكنت لقيه التعديلات في قانون السروة المعدنية بعد موافقة البرلمان عليها هي الحقيقة نشأت من مادة 32 في الدستور لأن في الدستور بيقول في المادة 32 تنص على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب وتلتزم بالحفاظ عليها الدولة تلتزم بالحفاظ عليها وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة بناء عليها نظر في القانون نظرة مختلفة وأهم أهداف التعديلات اللي تمت وضعت ضوابط واضحة تحقق لاستقلال الأمثل للصروة التعدينية تفعيل حوافز الاستثمار لأنه لم يكن في حوافز أبدا سواء كانت حوافز ضريبية أو حوافز أخرى إقامة مشروعات صناعية تؤدي إلى توفيه فرص عمل مباشرة إحداث توافق بين المستثمر والحكومة على آلية الاستغلال آلية الاستغلال للصروات كانت ملتبسة وكان عليها خلاف وكانت ضعيفة جدا اتطورت ووضعت لها تصورات تخليها تتقدم وتنطلق ومواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية لازم نحن النهاردة في القرن الواحد والعشرين في عشرين سنة منه خلصت فالحفاظ على السروات التعدينية وتنمية مناطقها تعظيم وساهمة مجال التعدين في الدخل القومي التزام الدولة بالحفاظ على السروة المعدنية وتنميتها احنا بناء على هذه المستهدفات التي انطلقت من المادة 32 في الدستور ابتدى الشكل القانوني والتشريع النهاردة لتنمية الصوت التعدينية اختلف تماما وهناك مجموعة من حوافز الاستثمار جاهزة للتطبيق يعني نتوقع ان يكون فيه استثمارات اجنبية اولا كافية ثانية مرضية للجانب المصري مش يكون فيها زي بنقول كده يعني حق استغلال وبالتالي انا اخد حقي متأخر قوي حاجة بتقصد كده ولا حاجة تانية لا لا النهاردة المعادلة هو كانت المعادلة السائدة هي اللي في عقود استخراج النفط ما هو النفط والغازة الطبيعية سعبة تعدينية فكانت قائمة على استرداد الرأس المال اللي تم ضخه في الاستكشافات وبعدين تقاسم الارباح مع الدولة المعادلة دي الى حد بل انا بتكلم فيه المعادلة دي الفترة بقى الجاية هنشوف ده في التعدين لا المعادلة هنشوف التطور مختلف كان يجب المعادلة دي تصارق سيارة اخرى في مجال التعدين لان مجال التعدين محفوف بمخاطر اكبر بكثيرة يعني قد يأخذ مستثمر امتياز البحث عن النحاس في منطقة وميلاقيش نحاس خالص يوصل للرصاص ويوصل لتيتنيم ويوصل لحاجات تانية ليه قد مش فيه ابحاص للتربة مش في استخدامات للأقمار الصنعية دلوقتي حديثة جدا متطورة هي دي بقى النحار ده بتساعد اكتر لكن المخاطر لا تزال برضو موجودة انت ممكن تجيلك الاستشعارات وتقولك ان فيه نسبة معينة من النحاس في المكان ده وبعدين ما تلاقيهاش تزيد عن 2% فتبص تلاقيه ان الحصيلة النهائية من المعدن متوضعة لا انت دلوقتي القانون بيمكن ان لو دخل المستثمر يبحث في منطقة يبحث عن كل المعدن اللي فيها عشان يكون لي حظ في اي معدن يطلع في منطقة الامتياز انه يقدر يطوره يعني الخلاصة يكون في علاقة شراكة مع الدولة اول ما يوصل له وبناء على قواعد تحقق العدل وتحقق المكاسب للطرفين بيتم وضع العقود والصياغ الفعالة بتاعتها دلوقتي يعني الخلاصة هكون استثمارات مصرية بحتة ولا مشتركة مصرية اجنبية وهكون نسبة دال ده حوالي قدقيه لا متاحة على مصرعيها للمستثمرين القادرين سواء رأس المال المحلي او الوطني او رأس المال الاجنبي او الشراكة بين نوعية رأس المال يعني ما فيش اي تعاقدات تمت حاليا النهاردة اللي حصل تنمية ليه والمعدات موجودة بالفعل عند منجم السكري وفيه ده قائم ما بين يعني العقد قائم ما بين شركة استرالية مختصة بمنجم الدهب والهيئة المصرية للصروة المعدنية وديه تتبع وزارة البترول ففيه دلوقتي تحت هذا العقد المبرم بين الجهتين حصلت تنمية كبيرة جدا ومعدات ضخمة موجودة وعلى أحدث ما يكون والصيغة التعاقدية تم وضعها بشكل تحقق كل المزايا للطرفين ده اللي كنت بتكلم فيه الاستفادة المتبادلة مش حد يجور على حق الآخر او تأجيل حتى لاستبداد الحق هيا ديه فكرة الحق يا فندم هيا ديه الحق في كل شيء طيب حاجة تكلمت في البداية عن اتيتنيم ازاي انا بستفيد منه وبعمل مصانع دلوقتي علشان يبقى على الأقل يعني منتظر ان يكون فيه مصانع لتصنيع هياكل الطيرات ايه كمان مجمعات صناعية منتظر ان هي تكون فعلا قائمة فيه المثلث الذهبي انا اقول لحضرتك المنتظر من المعادن اللي هتكون فيه هذه المنطقة هو الحقيقة مثلا رمال الزجاج والكولين النقي والحجر الجيري والأملح المعدنية فيه في معادن يعني انا الحقيقة الكلام عن التعدين كبير اوي في مصر وانا اقول لك قائمة من المعادن اللي موجودة احنا عندنا رواسب الحديد موجود منها في الصحراء الشرقية وموجود منها في اسوان وموجود في الوحات البحرية فقد يكون في المثلث الذهبي مع التنقيب نلاقي رواسب حديد لان عندنا في الصحراء الشرقية رواسب حديدية عندنا الدهب زي ما قلت لحضرتك فيه منجم السكري وجبل السكري عندنا التينيام يمثل العنصر الرئيسي في معدن الألمونايت وده بيستخدم في صناعة سباك الصلب والطلاء ويشكل العصب الرئيسي لصناعة هيكل الطائرات عندنا القصدير والتنجستين وده عنصر التنجستين يستخدم في صناعة الصلب وطبعا خلاص ما بقاش يستخدم في المصابح الكهربائية لان احنا دخلنا على الليد لكن النهار ده لي استخدامات في الصناعة مهمة جدا النحاس موجود في رواسب النحاس ملازم لخمات النيكل الكروم الفوسفات الفوسفات ده حدس ولا حرج عندنا حزام فوسفات يبدأ من ساحل البحر الأحمر وينتهي عند الواحات الدخلة بطول 750 كيلو متر وإيه هي الصناعات القائمة عليه 750 كيلو متر حضرتك مش متخيلة احنا عندنا مخزونات قد ايه عندنا كنز عندنا اكتر من 3000 مليون طن يعني فيه 1000 مليون طن في مكان و1000 مليار طن ومليار طن دي على طول الحزام من هنا الهنا عندنا صروة في الفوسفات عظيمة ده بيستخدم في الصناعة الاسمدة مين لي وفي صناعة كثير من الكيمويات وإحنا دلوقتي بنصدر الفوسفات من الصحراء الشرقية للهند الطن بيبقى في حدود من 100 لـ 200 دولار ممكن قوي بتكسيف بقى النشاط التعديني ممكن نعزم القيمة بس طبعا هيبقى حسب السعر التجاري الدولي لكن على الأقل سنة هنا فندم مش يكتفي بتصدير المادة الخام فنقدر نحسن النوعية بس مش هكتفي بتصدير المادة الخام من الواضح زي ما اطلعنا انه لا ده كل حاجة باكتشفها ليها صناعتها منتظر أن ينشأ في منطقة المسلس الزابي مصنع للأسمنت علشان يستفيد من الطفلة في مناجم طفلة لا نهائية عندنا الطفلة الكربونية والطفلة الزيتية الطفلة الزيتية دي فيه مصنع حينشأ في المسلس الزابي لاستخلاص الجازولين البنزين من الطفلة الزيتية عندنا طفلة زيتية لا تتخطي هلش فندم هي طفلة دي حاجة غير اللي احنا نستخدمها في الطوب الطفلي لا دي طفلة زيتية هي عبارة عن تكوينات صخرية مشبعة بالنفط فيستخلص منها النفط ويصنعه ويطلع منه يكرره ويطلع منه البنزين ففيه بالفعل أحد المصانع اللي هتنشأ هناك استخلاص الزيت من لو في 30 ثانية أو 60 ثانية دقيقة حيث تحب يتلخص لنا ما قلناهوش عن المثلث الزهبي الحقيقة هو ما نشر تقريبا إحنا قلنا معظمه المثلث الزهبي هو أفق جديد لمصر واحد من ثلاث مناطق استثمارية رائعة بتنهض النهار في مصر عندنا محور قناة السويس عندنا شمال غرب خليج السويس وعندنا المثلث الزهبي المثلث الزهبي فتح جديد لرخاء هائل خاصة لصعيد مصر شكرك يا فاند ربنا بشارك بالخير زي ما ببشارنا دكتور مهندس ماهر عزيز استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ شرفتنا شكرا لحضرتك وشكرا لكل المشاهدين على المتابعة نشوفكم دايما يا رب بكل خير تصفح على خير موسيقى 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 شكرا للمشاهدة في النور الحقيقة بان